بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عدل الله فرجه الشريف جعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه لا يزال الكلام حول بيان خدمة الإمام سلام الله عليه في زمن الظهور المبارك وكيف يمكن للإنسان المؤمن أن يكون من الذين يخدمون الإمام سلام الله عليه عند ظهوره هذه الوسيلة وهذه الطريقة هي قد تكون أكثر الطرق انطباقا في أذهان الناس وهي الخدمة المادية للإمام سلام الله عليه نحن في هذه الأيام بحمد الله تعالى جربنا هذه الخدمة جربناها لسيد الشهداء سلام الله عليه خصوصا في أيام محرم الحرام وخصوصا في أيام زيارة الأربعين المباركة تجد بأن الناس يتنافسون في خدمة الحسين سلام الله عليه بل يتنافسون في خدمة زائري الحسين سلام الله عليه وهذا بيناه في الحلقات الماضية وبيننا بأن الشخص الذي يوفق لكي يكون خادما للإمام سلام الله عليه وعجل الله فرجو الشريف هذا يحتاج إلى توفيق إلهي لا يمكن لأي شخص أن ينال هذه المرتبة وهذه الدرجة بحيث أن هذه المرتبة وهذا الأمر جعله الله سبحانه وتعالى لملائكته المقربين شرفهم بأن يكونوا خداما لأهل البيت عليهم السلام في زمن الظهور المبارك أيضا هناك قسم وطائفة من المؤمنين يوفقون لكي يكونوا من خدم الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف هذا توفيق هذا يحتاج إلى مزيد من العناية من الإمام سلام الله عليه بك أيها المؤمن حتى توفق لأن تكون من خدامه في زمن الظهور المبارك لاحظوا هناك روايات وهناك أدعية وهناك الكثير من الشواهد تشير إلى هذه المسألة مثلا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يدعو للإمام الحج عجل الله فرجو الشريف ويأمر أصحابه بأن يدعو بهذا الدعاء في جملة ما قاله الإمام الرضا عليه السلام قال وقونا على طاعته أعطينا القوة يا إلهي على أن نطيع الإمام وثبتنا على مشايعته يعني ثبتنا على الولاية ثبتنا على هذا الدين لا تجعلنا من الذين يكونون سيئي العاقبة في نهاية عمرهم أو في نهاية حياتهم ومن علينا بمتابعته هذه مننا يحتاج الإنسان المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة على هذه المنة واجعلنا في حزبه القوامين بأمره الصابرين معه الطالبين الرضاك بمناصحته يعني بالإخلاص معه حتى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وعوانه ومقوية سلطانه المسارعين إليه في قضاء حوائجه هذه جملة من الأمور التي أشار إليها الإمام الرضا عليه السلام في هذا الدعاء آخر أمر بيّنه قال اجعلنا يا إلهي من المسارعين إليه في قضاء حوائجه نعم الإنسان المؤمن يفتخر بأن يكون من الذين يقضون حوائج الإمام في زمن الظهور يخدمون الإمام يلبون حوائج الإمام ولكن الإمام الرضا عليه السلام لم يقل هذا الأمر لم يقل اجعلنا من الذين يقضون حوائج الإمام قال اجعلنا من المسارعين يعني اجعلنا من الذين يتنافسون مع باقي المؤمنين في هذا الأمر الإمام عندما يريد شيئا يريد أمرا لا تجعلني أكون في ملل في ضجر في عدم قبول عدم رضا تأخر لا اجعلني من الذين يسارعون إليه في قضاء حوائجه يعني بمجرد أن الإمام أراد شيئا أنا أسارع أبادر أقبل أرضى بأن أكون من الذين يقضون هذه الحاجة للإمام فإذا هذا يحتاج إلى دعاء بحيث أن الإمام الرضا عليه السلام علم المؤمنين بأنه أدعو الله سبحانه وتعالى في زمن الغيبة أن يجعلكم من هؤلاء الأشخاص الذين يكونون في زمن الظهور فإذا هذا الأمر يحتاج إلى دعاء يحتاج إلى توفيق بأن تكون خادماً للإمام المهدي عبد الله الرجل الشريف في زمن الغيبة وكما قلنا لا تعتقد بأن خدمة الإمام هي نفس الشيء ونفس الأمر بالنسبة لخدمتك لأي إنسان عادي الإمام يمثل دين الله سبحانه وتعالى هو خليفة الله على الأرض فأنت عندما تخدمه كأنما خدمت الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى توفيق ويحتاج إلى بذل العناية والجهد من الإنسان المؤمن حتى يوفق لكي ينال هذه المرتبة وهذه الدرجة كذلك ورد في هذا المجال بأنه كيف يمكن أن أرضي عني إمام زماني نعم خدمة الإمام تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى مزيد من العناية للإنسان المؤمن ولكن أنا كيف أجعل إمام زماني يرضى عني الطرق الطبيعية هو أن تكون خادماً له أن تكون مسارعاً إليه في قضاء حوائجه هناك أيضاً طرق غيبية أو طرق ترتبط بالدعاء لاحظوا هذا الأمر هذه الرواية التي وردت عن علي بن أسباط عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أدعو الله أن يرضي عني إمامي هذه أيضاً تشمل زمن الظهور المبارك بحيث أن داود الرقي سأل الإمام الصادق عليه السلام في زمنه في زمن إمامة الصادق قال له يا ابن رسول الله كيف أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرضي عني إمامي قال تقول اللهم رب إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازقي ارضي عني وأرضي عني إمامي هذا الدعاء يجب على الإنسان المؤمن أن يقرأه في زمن الغيبة وكذلك في زمن الظهور المبارك أنت لا يكفي بأن تؤدي حوائج الإمام أو أن تسارع في قضاء حوائج الإمام يحتاج أن يقبلك الإمام خادماً له يحتاج إلى أن يرضى عنك الإمام في قضاء هذه الحوائج هذه تحتاج إلى دعاء تحتاج إلى توسل من الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب الله لك وحتى يرضي عنك إمام زمانك أيضاً ورد في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يبين حال أصحاب الحج عجل الله في رجل الشريف في زمن الظهور قال هم أطوع له من الأمة لسيدها العبد الإنسان الذي يملك عبداً هذا العبد يكون مطيعاً لمولاه لا يستطيع أن يخرج بمقدار أنملة عن طاعته وعن أوامره وعن نواهيه هو عبد العبد طبعاً أعلى من الخادم من حيث الانقياد لمولاه الإمام الصادق عليه السلام بيّن صفات أصحاب الحج عجل الله في رجل الشريف قال هم أطوع لهم من الأمة لسيدها الأمة يعني المرأة العبد يعني الرجل الإمام الصادق عليه السلام لم يقل أطوع من العبد لسيده قال أطوع من الأمة لسيدها على اعتبار أن المرأة تكون أكثر قياداً للمولى للمالك أكثر قياداً وطاعة من الرجل أصحاب الحج سلام الله عليه يكونون بهذه الدرجة من الانقياد بهذه الدرجة من الانصياع لأوامر الإمام يريدون بأي طريقة كانت أن يرضوا الإمام سلام الله عليه فهم أطوعوا له من الأمة لسيدها كل شيء يريده الإمام هؤلاء الأصحاب هؤلاء الأنصار ينفذونه له هم كالأمة لسيدها هم كالعبد بالنسبة لمولاه هكذا بيّن الإمام الصادق سلام الله عليه وهذه حقيقة تحتاج إلى مراجعة من كل إنسان مؤمن في زمن الغيبة في زمن الغيبة هذا الامتحان مستمر هذا الإنسان يستطيع أن يغير من سلوكه يغير من تصرفاته القبيحة يستطيع أن يغير من أعماله من أفعاله من أقواله ولكن إذا جاء زمن الظهور عجل الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمن لا يبقى هناك مجال للاختبار والامتحان زمن الغيبة هو زمن الامتحان فأنت كلما كنت مربيا نفسك مهذبا نفسك على هذه المفاهيم على التسليم للإمام على الطاعة للإمام على الرضا النفسي لخدمة الإمام عند ظهوره تكون في زمن الظهور من الفائزين زمن الظهور ليس مجالا للاختبار ليس زمن الاختبار زمن الظهور هو زمن الأداء زمن إظهار النتائج فأنت إذا كنت في زمن الغيبة لم تربي نفسك لم تهذب نفسك على هذا الأمر لا تستطيع ذلك في زمن الظهور قد يسأل سائل بأنه كيف يمكن أو هل أن الإمام سلام الله عليه يحتاج إلى من يقوم بخدمته الخدمة المادية المتبادرة إلى الذهن أو لا نعم نعم الإجابة على ذلك الإمام يحتاج إلى من يقوم بخدمته في زمن ظهوره نحن أشرنا عديدا ومرانا وتكرارا إلى هذه الحقيقة بأن الإمام لا يستخدم الأسباب الغيبية نعم في بعض الأحيان نعم ولكن القاعدة العامة بأن الإمام يجري الأمور على مجراها الطبيعي على الأسباب الطبيعية فمن الأسباب الطبيعية أن الإمام يحتاج إلى من يقوم بخدمته أن يقضي له حوائجه أن يعينه في أموره خاصة ونحن نعلم بأن أهل البيت عليه السلام كانوا يملكون أناسا خاصين لخدمتهم كانوا من خلص أنصارهم من خلص أصحابهم كانوا يتبنون هذا الموضوع يكونون خدام الإمام في زمنه في زمن إمامته فكيف وأن الإمام سلام الله عليه تكون دولته أوسع تشمل كل هذه الكرة الأرضية فهو بالتأكيد يحتاج إلى من يقوم بخدمته يقضي له حوائجه يساعده في إدارة الدولة يساعده في تنظيم الأمور يساعده في هذه الحوائج التي يحتاجها المؤمنون في زمن الغيبة سأقرأ عليكم هذه الرواية المباركة حتى تقرب هذه الفكرة إلى الأذهان كيف أن الإمام يحتاج إلى من يخدمه في زمن الظهور المبارك هذه الرواية وردت عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال إذا دخل المهدي عليه السلام الكوفة قال الناس يبنى رسول الله إن الصلاة معك تضاهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا المسجد لا يسعنا هذا المسجد من كثرة الأنصار من كثرة المؤمنين لا يعد كافياً لإقامة صلاة الجماعة أو إقامة صلاة الجمعة فيخرج إلى الغري الغري طبعاً هي مصطلح وتعبير عن النجف الأشرف نجف الأشرف الكوفة هذه المناطق تدعى بالغري فيخط مسجداً يعني يبني مسجداً له ألف باب يسع الناس هذا المسجد الذي يبنيه الإمام في زمن الظهور له ألف باب فأنتم تصوروا عدد الأشخاص الذين يصلون في هذا المسجد هل هذا الألف باب ويدخل من كل باب قد يكون ألف شخص ألا يحتاج إلى من يقوم بخدمتهم يهيئ لهم الأمور ينظم لهم الأمور هذه كلها تحتاج إلى أعوان للإمام تحتاج إلى من يخدم الإمام أن يكون مستعداً لخدمة الإمام في هذا المجال ويبعث فيجري أو فيجري خلف قبر الحسين عليه السلام نهراً هذا النهر سوف يكون في زمن الظهور الإمام هو الذي يحفره وهو الذي يأمر بحفره خلف قبر الحسين سلام الله عليه نهراً يجري إلى الغري حتى يجري في النجف ويعمل هو على فوهة النهر قناطر وأرحاءه في السبيل يعني إشارة على الخير والزرع والثمار التي سوف تكون على هذا النهر لأنه نهر مبارك وهذا الزمن زمن الظهور وزمن مبارك بفضل الإمام سلام الله عليه فإذن هذه من أحدى طرق خدمة الإمام ومن أحدى طرق مصادق الرواية الشريفة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام ولو أدركته لخدمته أيام حياتي جعلنا الله وإياكم من خادمي الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف في زمن الظهور ومن الفائزين إن شاء الله تعالى بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطهرين اشتركوا في القناة